ضمن اللقاءات الرعوية مع الكهنة ورؤساء الكنائس أجرت الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب نورسات الأردن والأراضي المقدسة لقاءا مع النائب الأسقفي المونسينيور غازي خوري راعي كنيسة مارشربل المارونية في الأردن حيث تحدث قدسه عن رسالته الروحية الكهنوتية والرعوية وخاصة عن خدمته في الأردن ومما يجدر ذكره أن المونسينيور خوري يحمل شهادة الدكتورة في القانون الكنسي ونلفت انتباه السادة المشاهدين إلى أنه سيتم بث المقابلة كاملة على فضائية نورسات في وقت لاحق ما في ولا بترك ماروني إجا إلا ما كان بعلاقات تاريخية مع الملوك اللي حكموا الأردن وبخص البتريارك الكاردينال المعوشي مار بولوس بطرس المعوشي فمارشربل نوجد بعمان بالصدفة وبالأردن بالصدفة نوجد اللي يرجع الناس لحقيقة الإيمان يعني أشو كانت الفكرة من هذا المستان من هذه الحديثة؟ أكيد جلالة الملك حسين وقالله يطول بعمره جلالة الملك عبد الله لقوا أنه في علاقة بين البعد الجسدي والترفيهي وبين البعد الروحي نعم فهن بحكمتهم خصصوا أو طلبوا من الجهات المعنية أن تخصص هالأرض للكنيسة المارونية نعم وتكون الكنيسة المارونية عندها رسالة مع كل الأردنيين مش بس الموارنة يعني أو اللبنانية شكرا